أنتم الآن في نشرة الموجز في خطوة نظرت جدلاً واسعاً داخل الساحة الأكاديمية المغربية رفضت جامعة محمدين السادس قطع علاقتها الأكاديمية مع إسرائيل رغم مطالبات مراهدية تطبيع بالقيام بهذه الخطوة وأصدرت حركة المقاطعة BDS والحملة المغربية للمقاطعة الثقافية والأكاديمية لإسرائيل بياناً يدين أي نوع من التعاون الأكاديمي بين المؤسسات المغربية وإسرائيل معتبرة ذلك تطبيعاً مع الاحتلال في ظل الأوضاع الرحيمة في فلسطين وعبر مناهض التطبيع الأكاديمي عن دعمهم لحركات النضال التي يقودها الطلاب والأساتذة في جامعة محمد السادس حيث أعرب مئات الطلاب والخرجون عن رفضهم للاتفاقية المبرمة مع جامعات إسرائيلية مطالبين بفضل علاقات بها من جانبهم أشار الناشطون إلى أن الإدارة الجامعية رفضت مطالب الطلاب بقطع العلاقات مع جامعة الاحتلال ما أثار السياء واسع بين المعارضين للتطبيع الأكاديمي بالمملكة ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه جامعة أخرى مثل جامعة عبد الملك السعدي في تطوان احتجاجات مماثلة حيث يطالب الطلاب والأكاديميون بإلغاء الاتفاقية الأكاديمية مع إسرائيل انطلقت الخميس 20 يونيو 2024 جلسة محاكمة ناشط الإعلامي والحقوقي يوسف الحيرج استئنافيا دون استدعاء هيئة دفاعه وشهدت جلسة الخميس إحضار معتقل الرأي إلى جلسة المحاكمة التي طالب بمهلة لإعداد الدفاع الأمر الذي استجابت له المحكمة التي قررت تأخير القضية إلى غاية السابع والعشرين يونيو 2024 وأدين الناشط السياسي والحقوقي يوسف الحيرج ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذة على خلفية التدوين وخلف اعتقاله والحكم عليه موجة استنكار واسعة داخل المغرب هذا وعبرت الهيئة الوطنية لمسندة معتقلية الرأي وضحايا انتهاك حرية تعبير بالمغرب في بيان سالف عن استنكارها للحكم بالسجن لمدة 18 شهرا على المدونة المغربية الحيرج الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 9 عام 2024 وأشرت إلى أن الحيرج أدين بالتهمة ملفقة تتمثل في إهانة موظف عمومي وإهانة هيئة منظمة وتحقير مقررات قضائية مؤكدة أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطة المغربية في تدبيرها للشأن العام واعتبرت الهيئة أن القرار تعسفي ويشكل اتداء خطيرا على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف الحيرج وقالت إن محاكمته جرت في ظعف تفتقد الاحترام ضمانة المحاكمة العادلة بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرنة البراء أجلت المحكمة للسنافية بالدار البيضاء اليوم الاثنين جلسة محاكمة النشط الحقوقي عبد الرحمن زنقاد إلى غاية جلسة واحد يوليوز وذلك قصد مواصلة مناقشة الدفعات الشكلية وتزامنا مع جلسة المحاكمة قامت فعاليات حقوقية بتنظيم وخوة احتجاجية تضغمنا مع زنقاد وتنديدا باعتقاله ومحاكمته التي وصفت بالجائرة وتوب عزنقاد على خلفية تدوينات فيسبوكية انتقد فيها معتبره خذلانا رسميا مغربيا للشعب الفلسطيني على إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع أكتوبر 2023 وبسبب الموقف الرسمي المطبع مع إسرائيل وأدنى جماعة العدل والإحسان الحكم الصادر في حقه معتبرة أنه حكم ظالم وهو حلقة من حلقات تقييد الحريات فيما قالت الهيئة المغربية للمسرة قضايا الأمة إنها تلقت بقلق بالغ الحكم القاسي وغير المبرر على المدون زنقاد والذي يقضي بإدانته بخمس سنوات من السجن النافذة معبرة عن تضامنها معه ومع أسرته في هذه المحنة قال موقع ويكيليكس مؤسسه جوليانا سانج خرج من سج بريطاني أمس الاثنين وغادر المملكة المتحدة جوانا وجاء إعلان موقع ويكيليكس بعد وقت قصير من إظهار وصائق المحكمة أن أسان سيكر بالذنب هذا الأسبوع بانتهاك قانون التجسس الأمريكي في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا ويستعد أسانج للاعتراف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتأمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها في محكمة اتحادية أمريكية في سايبان في جزر ماريانا الشمالية وهي كومينولث أمريكي في المحيطة هذا الأسبوع وفقا لما تم تقديمه من أوراق المحكمة وبموجب شروط الاتفاق يواجه أسانج حكما بالسجن لمدة 62 شهرا أي ما يعادل الوقت الذي قضاه بالفعل في سجن بيلماش في المملكة المتحدة أثناء جهوده لإحباط تسليمه إلى الولايات المتحدة واتهمت اللائحة أسانج بالتآمر مع الجندية تشيسي مانينغ للحصول على تقارير سرية حول حربي أفغانستان والعراق وبرقية ديبلوماسية أمريكية حساسة ثم نشوها للتوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي